موسيقى تعرف شيء لافت بالنسبة لي بأنه معظم الأشخاص لا تفكر بهذا الأسلوب معظم الأشخاص تجد حالة مشغولة بأمور كثيرة لكن المطلوب واحد تجد حالة نهارنا وأيامنا تقطع بسرعة وكيف نستثمر بأمور كثيرة الإنسان بحاجة لأشياء كثيرة وتعرف ضحايا يمكنني أن أقول بكل بساطة ضحية انشغالات الأشياء التي أعرف من نقيها بالحياة أصلا لأنها ضحية واليوم أنا بدي صلي بأنه لن نعود ضحايا فيما بعد بل نعود مقررين بحسب كلمة الله تنقياتنا مبنية على ما نرى بالعين تنقياتنا مبنية على ما نشعر على المشاعر تنقياتنا مبنية على الإحتياجات ثلاثة أشياء تحكم باختياراتك في الحياة أنا وياك منحكم بحسب المظاهر أنا وياك منحكم بحسب المشاعر سمعني وأنا وياك منحكم بحسب الإحتياجات ثلاثة أشياء التي تحكم على كيف أنا وياك من نقي ومنحكم بحياتنا وللأسف تعرف ما نحن ضحايا أنت ضحايا إحتياجاتك تعرف؟ لأن كل إنسان بالعالم محتاج يأكل ويشرب وينام ومحتاج أنه يحب وينحب وينشاف وينسمع والناس يصغل وبدوا يأكل ويشرب ولأنه هيك بتلاقي اللي بيحكم بحياتك أنه في حدا نعطاك شغل بسعر منيح، وبتلاقي فجأة حياتك الروحية ما بقى لطعمي حياتك العائلية ما بقى لطعمي كل هيدول لكن هناك أنا ركد خلف المال ركد خلف الأصص ركد خلف من يتعمني، من يسمعني، من يحبني هناك بمبسط أكثر مع أنه غلط، بعرف غلط لكن يبسط هؤلاء هؤلاء فرح، هؤلاء هؤلاء المشاعر أنا هؤلاء 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 ويصبح أنت ركد خلف هؤلاء هؤلاء لأنك ضحايا سمعني يا أحبة، إذا لم تكن تعرف أن تختبر أنه ربي سمعت والرب شايفك وما عم تعرف تختبر الفرح والسلام، عندي خبر لك هذا النوع من الفرح والسلام اللي عم بيحكيك عنه، المبني على حضور الله ما بيشبه ولا أي فرح ولا أي سلام مبني على أي شيء في هذا العالم ضحية ضحية شو؟ أنا عندي احتياجات بدي فلوس، بدي مساري، بدي عيش، بدي أكل، بدي أشرب سمعني الحياة هنا لا تقارن بشيء مع الأبدية هي لمحة بصر أنك تبيع كرمي الحياة أبدية مع الرب راح أتعيشها بعدين عندي بدي أدفع عجار البيت بدي تلفونات، بدي سيارة، بدي ما أنا إنسان فكرك الله ما بيعرف أنك أنت جسد؟ فكرك الله ما بيعرف بأنه أنت محتاج تأكل وتشرب وتنام وتحب وتنحب وتنقشع وتنسمع فكرك هو ما بيعرف ما هو عطيك هذا الجسد وبيعرف بأنه هذا الجسد عنده احتياجات ولأنه بيعرف عم بيعلمك كيف يسد احتياجاتك